واحد يقول هل كان قديما في الاعتراف على خروف الفصر باعتباره اعترافا جهرا امام الكل كان يوجد ارشاد وتحليل يأخذه المعترف هو الاعتراف ما كان شيء في قصة خروف الفصر لكن كان في الزبائح التي تقدم كما ورد في لويين خمسة خمسة شو بيقول ايه فان كان يزنب في شيء من هذه يقر بما قد اخطأ به ويأتي الى الرب بزبيحة لإثنه عن قطيئته التي اخطأ بها الى اخر فكان بيحصل يجيب الزبائح ويحط ايده على رأس الزبائح ويقر بخطاياه على رأس الزبائح فيبقى الزبائحة تحمل خطاياه فتسبح عنه وعن خطاياه امام الكاتب العجيب ان الكاتب بيقول ان اعتمادا على ابن كبر الاعتراف على الكاهن فضل الاعتراف على البخور لحد القرن الثلاتاشر وانفتادوا يعترفوا على الكاهن ده ابن كبر ليه اخطاء ما اكبرها يعني انا مستعدة في يوم الايام قلش احركوا اخطاء ابن كبر وبعدين هم من بيتكلموا لا ده فيه مخطوطة عندنا ويه يعني مخطوطة اللي مضوع المهمة في الكلام ليه اخطاء كثيرة جدا ابن كبر بس في ايامه يعني كان يقدم شيئا من النور في عصور المظلمة اما من جهة ان الكاتب اعتراف فضل على الشرية لحد القرن الثلاتاشر فنجيب عليه في سفر الاعمال في صاح تسعة عشر اية تمنتاشر وكان كثيرون من الذين امنوا يأتون مقرين ومخبرين بافعالك اسم كانت بايه بتمارس المسألة في عصر الرسل مش لحقا ولا استنوا لما يشوفوا الشرية لا بل انها كانت هذا الاعتراف كان موجودا ايضا في عصر ما بين العهدين في ايام يحنى المعمدان يحنى المعمدان بالقول الكاهن ابن الكاهن في متة ثلاثة آية ستة آية خمسة وستة حين اذن خرج اليه ارشريم وكل اليهودية وجميع الكورة المحيطة بالاردن واعتمدوا منه في الاردن مع التارفين بخطايا اذا كانت الحكاية موجودة من زمان من ايام الزبائح كلاويين خمسة خمسة ومن ايام المعمدان في متة ثلاثة ستة وفي ايام الرسل في اعمال تسعة عشر تمنتر كلما تقروا الانجيل وتتعمقوا فيه تجدون فيه اجابة على كل سؤالاتكم بغض النظر عن الاتجاهات الخاصة عند بعض الناس بغض النظر عن القانون الحكومات وفي حقت بنفس واقي يابتا لعنه قفت بلق الطرح